احنا نلتقل نهاردة او في هذا اللقاء مع صورة الزلزلة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحديث اخبارها بان ربك او حالها يومئذ يصدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال الظرة خير يرى ومن يعمل مثقال الظرة شر يرى صدق الله العظيم تمن ايات التمن ايات كلهم خير وبركة واعجاز غير عادي لو انت بصيت في الاية فيه اولا عشان تفهم يعني فيه حاجة اسمه افعال الافعال الارتجاجية الافعال الارتجاجية الارتجاجية دي الارتجاجية فعلي كده تحس ايه الفعلي يعني ايه غير ثابت زي ما تقول رجرجا هزهزا ضمرا شقشقا شوف كل الفعل عسعسا الفعل فعل ارتجاجي فعل كأن الفعل غير ثابت على حال واحد او حال معين او فالفعل زلزلا هو اصله زل وبتكراره بقى زلزلا وفعل زل يعني ماذا ولم يستقر يقولك زل قدمه فازلهما الشيطان عنها فزل دوت معناها شيء غير مستقر فيه والزلل وعدم اليقين والاستقرار فيسمى الخطأ زلل اقولك سامحني بما زل به لساني لساني اتلجلج اتطرب الكلام ما كانش يجب ان انا اقوله كل المعاني بتؤدي الى بعض في اللغة العربية اذا وصلنا للرس اللغوي او لاصل الكلمة الاصل الجزري بتاع الكلمة فبتلاقي المسألة واضحة تماما فعندنا صورة اسمها صورة الزلزلة وصورة الزلزلة دي اللي هي ربنا بيحذر منها في مواقع اخرف يا ايها الناس تقربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد فالاية هنا قالت ان زلزلة الساعة ايه الساعة اللي هو يوم الايامة ان زلزلة الساعة شيء عظيم بنلاقي هنا ربنا بقول اذا زلزلة الارض زلزلة يعني كأن اللي يقرأ ان زلزلة الساعة عرف المعلومة فربنا بيقوله اخزنها في دماغك علشان لما تحصل تبقى انت عارف ايه اللي حصل اذا زلزلت الارض زلزالها وكلمة زلزالها دي يتواضح انها معروفة عندي اهل الله المؤمنين عارفين المعلومة قبل ما تحصل هو الفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن ان المؤمن متأهب ومتجهز للشيء قبل ما يحصل علشان كده لما يجيلك واحد يقولك ايه يا حج تقوله نعم يقولك فلان عمل عملته الواد عمل عملته لعب لعبته قال كلمته فما وضحش اللي قاعدين مش فاهمين انما انت فاهم بالضب هو بيتكلمك على ايه فلما يقولك فلان عمل عملته او خبط خبطته او قال كلمته او درب ضربته انت فاهم الضمائر الغيبية دي عيدة على ايه فلما يقولك اذا زلزال تقرد زلزالها كان هناك تحضير علمي مسبق وعي في دماغك عارف ايه الزلزال اللي حيحصل والزلزال ده حيعمل ايه ومين اللي حيقوم الزلزال ده يبقى المؤمن عنده حالة من حالات عدم الاستقرار في الدنيا ده اللي لازم تاخد بالك منه لان احنا عارفين ان كل اللي فيه ده هوهم وكل اللي فيه ده واتلقي متله وكل اللي فيه ده زائل ويوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وانت شايف ان كل من عليها فان وانت عارف انه مدائم غير وجه الله وربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب فالمؤمن جاهز جاهز ولذلك ربنا يقول يوم ادعوكم فتستجيبون بحمد انت فاهم وجاهز ومتهب للقاء الله سبحانه وتعالى مش اتفاجئت ان فيه يوم الايامة مش اتفاجئت ان فيه اخرى مش اتفاجئت ان فيه ساعة لا احنا كل لحظة زي ما حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل فاحنا نعلم تماما ان احنا زي ما واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله